بسم الله الرحمن الرحيم النهار ده معنا يا جماعة عمل مميز هبدأ فيه على طول وهو تاج للمنقبات طبعا الحاجة اللي أنا بورها لكم دي الماترية اللي موجود اللولي الأبيض ومعايا العقد الألماظ وشوية كريستال كده اللي هم رصاصي رصاصي جنزار اللي هو بيد ألوان الطيف أنا هعمل الأول الوردات أو هعمل الفروع اللي أنا هحطها على التاج نفسه معايا تاج من السلس ومعايا البنسة المبططة والبنسة القاطعة ومعايا اللاصم فأنا لزأت 8 ألماظة 8 كريستالات والكبيرة اللي هي دي التاسعة وأنا هلفها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي أنا عملت الموضوع ده قدامكم كتير خالص بس برضو إيه للعلم بالشيء يعني دخل القناة الجديد أو اللي ما عملوش قبل كده هعمل الكبيرة وهلف 8 لفات وهرجع عمل واحدة صغيرة وهلف 4 لفات ولف كل اتنين 3 لفات 3 لفات بين كل واحدة وواحدة 3 لفات عشان يديلنا الشكل الطبيعي للفرع وأرجع لف تاني وبين كل واحدة وواحدة 3 لفات زي ما قلتلكم أن أنا هعمل معاكم التاج اللي هو بتاع المنقبات أو اللي هي عايزة تنزل الألمازات أو الحبل الألماز على قريطها أو على شعرها من قدام يعني حاجة جديدة كده ومميزة حبيت إن أنا أعملها وأورها لكم برضو للعلم بالشيء واللي يحب يعمل التاج وما يعملش الخطوة دي ما يعملهاش لها الخطوة الأخيرة بتاع الألماز بس هي حلوة قوي قوي في الشكل الطبيعي وفي الحقيقة لإن كمان التلفون ظلم الشكل كده شوية تصويره برضو مش حلو تبعوني للآخر وهتشوفوه يبقى شكله جميل قوي قوي المهم أنا خلصت الفرع هو أنا عملت بقى من الفرع ده فرع كتير يعني أنا بدأت دلوقت تسعة بالخارزة الكبيرة بعد كده هبدأ تمانية سبعة أعمل بقى بالتدريج ويبقى واحد سبعة هنا وسبعة هنا اتنين سبعة هنا وسبعة هنا وستة هنا وستة هنا واربعة هنا واربعة هنا خمسة هنا وخمسة هنا واربعة هنا واربعة هنا لغاية ما هوصل واحد هنا وواحد هنا زي ما انتوا شايفين كده عشان يدي التدرج الطبيعي على التاج نفسه هدف نص التاج بالضبط وهعمل اللي هي رقم تسعة الأولانية خالص خالص اللي هي البداية اتبتها او بالبنسة المبططة وارجع تاني ايه اقص الزيادات وارجع برضو عمل بقى اللي بعدها بالتدريج واحدة طول والاخرى يعني انا عملت كده اللي هي التمانية بعد كده عملت السبعة يبقى السبعة اتنين الستة اتنين التمانية بس او الرقم الكبير اللي في النص بيبقى واحد الاعداد اللي بعده على طول بيبقى عدد زوجي لغاية ما نفصل عند العدد الفردي اللي هو واحد وخلص العمل وهو على كده بصوه بالطرقة دي طبعا بذكر اللي صار في قناتي ودايما بيعمل لي لايك وبيزودني الدعم بتاعي انا بذكره جدا 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 ويا رب كده يا رب كده الحاجات دي بتفيدكم وبتستفيدوا منها وبتعجبكم ان شاء الله لان ما تعرفش ان العمل الفني ده بيتعبنا قد ايه علشان ان انا اقدر اطلع لكم بعمل فني زي ده فانا لازم قبل التصوير بقعد اجي ساعتين تلاتة اعمل الوردات اللي انا بحطها دي او الفرع اللي انا بحطها دي انا بعمل قدامك واحد بس عشان التعليم لكن قبلها ببقى قعدة فترة كبيرة انا كده خلصت الفرع كلها اجي بقى على الخرز اللي هو الرصاصي اللي هو الجنزار كريستال هو كريستال جنزار صاصي فيه بقى كل الوانه يعني هلضم حبة كتير كتير كده في السلك من غير ما اقطعه انا مش هقطع السلك كده من الدايرة بتاعته انا رضمت حبة كتير هاجي بقى هنا اخد الطرف وقوم تانية لجوه وطن السلك قوي يعني ايه اصبته بعد كده بقص الزيادة اللي فيه بعمل بالسلك بلف بقى الخرزات زي ما انتوا شايفين كده هقطع بس الزيادة اللي في السلك بس كده ولف الخرز واحدة واحدة بقى وانا بلف كمان بتبت الفروع بتاع اللي انا عاملها بتاع الوردات اللي دي واحدة كده عاملة منها لزقه في العقد في الطوق بقوم ايه لفها معه الخرزة بتبت بقى الفروع بالشكل ده طبعا الخرز الورساسي اللي جنجدة بيتباع بالعقد انا جايبها بالعقد العقد مثلا بـ 8 جنيه بـ 9 جنيه على حسب ما هو موجود في السوق والابيض ده انا جايبها كياسي اللي هو اللولي ده انا جايبها كياسي والسلك طبعا انتوا عارفينه كل الحاجات دي انا هعمله كله وارجعلكو تاني زي ما قلتلكو كده كل الحاجات دي بتتباع في حرط اليهود في الرواعي بتتباع في حرط المزين بالجملة يعني كله بالجملة وفي قطع برضو لو عايزين وبالجملة بيقف علي ارخص جبت بقى الالماز وقطعت كام قطعت منه اطوال مش متساوية اطوال يعني مثلا اكبر طول 18 سنتي او 20 سنتي اهو انا استهلكو بالمزهور اهو عشان ايه اتأكد من رقم ده 18 سنتي اللي بعده 16 سنتي واللي بعد 14 سنتي لغاية ما هوصل عند 10 سنتي اللي في الاخير ده خالص اهو انا هجيب بقى اللاصق اللي هو اللي انا عندي اللي مش بسدس الشمع لانه بسدس الشمع الحاجة بتطلع منه لان انا جربته في كذا حاجة هسيب اربع خارزات وهعمل فراغة صغنانة كده بين الخارزتين وهحط من اللاصق اللي هو البو 600 او 800 او 8000 او كده يعني على حسب انتو بتشتيرو بقى انا هعد اربع خارزات هنا واربع خارزات هنا وهلزق الالماز اللي انا ايه اتطعتو الامبوبة دي انا كنت جربها ب85 جنيه وقعدت معايا كتير قعدت معايا كتير قوي عملتلكوا بها كتير قوي اهي تلاتاشر ستلاف اعملت اربع خارزات وعملت فراغة كده بين الخارزتين حطتها وكل طرف انا هعمله كده اضبط بس الالماز يبقى على اتجاهه او عدلته عدة اربعة واحط بقى الطرف التاني الخاتم اللي لابسها ده ده كان نحاس احمر اعملته الخاتم ده وشوية كريستالات كده جنجا صغيرين كده من الطرف دكتهم فيه هو في الحقيقة شكله طحفة اهو هاسب بقى اتنين اسب عد خارزتين وهعمل الحبل التاني وهعمل الاتنين التلاتة التانيين هعمل الاتنين التاني برضو اسب خارزتين واعمل اخر واحد هاسب خارزة واحدة واعمل هلزقها يعني هلزقها بصوا هو ميزة اللصق دين هو ببقى طري يعني انتوا بتشكلوه بتزبطوه بتزبطوا الحاجة وبعد دقيقتين تلاتة كده خلاص بينشف ومعدش بقى ينفع ان هو يتشلتين خالص حتى ما ينفعش نعدل بعد دقيقتين تلاتة اشتركوا في القناة اهو بصوا عملت كده اتنين اللي اتنين التانين برضو واحدة كل اتنين واحدة كل واحدة اهو كل خارزتين في الاخر بيه هطلع شكله تحفة جدا بصوا الاشكال والالوان مع بعض يعني انا عملت الكريستال اللي هو الرصاصي الجنجا مع اللولي اللي اتنين اعطيين شكل تحفة يعني هو يتلبس بقى زفاف يتلبس خطوبة يتلبس في صهارات اه اعياد ميلاد بتاع اي مناسبة بقى فمش هيقول لأ يعني المحجبات المنقبات المحجبة اللي هي لبسة طرحة ممكن فوق الطرحة اللي هي بشعرها ممكن فوق الشعر برضو مش هيقول لأ بس هو انا قصدي في الاخر ان انا عمليه المنقبات بتلبسه فوق النقب من فوق انه كل هو بيبان يعني الالماز مع الكريستال مع كله بيبان حاجة من وراء بقى هجيب حبل اللي هو الجنجا الكذاب قصدي اللي هو الالماز الكذاب شكل الالماز بس مش الماز بس هو شكل الالماز انا جبت منه قصات منه اتنين شريط مزدوج اهو و اهو لزقت انا هوت باللاصق امتل من المسدس الشامع انا بلزم مسدس الشامع هنا بقى ورا ما بيطلعش خالص لكن انا لزقت بدي زيادة ايه تأكيد ولزقت اللي هو الشريطة اهو على الشغل من ورا يداري اي دفاعي بستو جميلو موسيقى موسيقى